ده بنتكلم عن احد البرامج اللي انا قبلتها بالصدفة وهي رائعة جدا وحابب ان انا اشاركها معاكم البرنامج هو قرآننا وطبعا زي ما هو واضح من اسمه البرنامج بيتكلم عن القرآن الكريم البرنامج ده رائع جدا وليه انا حملت له حلقة كاملة باسمه لامكانياته الرائعة والكتيرة جدا اللي هنشوفها هنا مع بعض زي ما انتم شايفين هنا هو البرنامج مجموعة كبيرة جدا من الامكانيات اللي مش هتلاها في اي برنامج تاني خالص ما هواش مجرد قراءة او استماع للقرآن او ان انت تحط ملاحظات او ان انت تعمل او ان انت تعمل بوك مارك مثلا مفضلات او كده لا الموضوع اكبر من كده بكتير زي ما انتم هنا شايفين مجموعة من المصاحف تمام للناس اللي بتقرأ بمصحف معين كتابة معينة طريقة معينة يقدر يشوفه مجموعة كبيرة جدا من المصاحف نخش بقى على المصحف الاولاني تمام اللي هو المشهور عندنا اللي هو بيقراءة عاصم تمام حفصنا عاصم هنخش هنا هوت هنلاقي الايات دوس على الايات دوسة طويلة وهنلاقي خيارات جميلة جدا نشوف هنا اول خيار معانا فوق عليمين هيعمل ايه اول خيار هنا خيار نسخ الاية او نسخ الصفحة لو انت عايز تاخد كوبي من الاية تقدر تاخد كوبي او من الصفحة وبعدين تعمل او تحطها على الواتساب او تكتبها في الحالة او تكتبها في اي مقالة عندك تاخد نسخ من الاية او نسخ من الصفحة تاني حاجة فاصل حفظ او فاصل قرآن الفواصل ديت اللي هي البوك مارك تمام او العلامات اللي تقدر ترجع لها بعدين تمام فانت عندك فاصل للحفظ الناس اللي بتحفظ يقدروا يرجع للفاصل اللي وقفوا عندها وفاصل القرآن للناس اللي عندها ورد العلامة اللي بعدها اللي هي القرآن علامة السماعة اول ما بندوس عليها بنسمع القرآن عندنا هو مكتوب تحت الشيخ محمود خليل الحسري دوسة واحدة على الاسم تقدر يظهر لنا مجموعة كبيرة جدا من القراء المشاهير بضغطة واحدة تغير من قارق الى قارق وتكمل الاستماع هذلكم ما انتم شايفين مجموعة كبيرة جدا من القرآن طيب نكمل ندوس ونشوف بقية القيمة بتقول ايه اهو نرجع تاني ندوسها طويلة نخش بقى لعلامة الكتاب العلامة الرابع عندنا هنلاقي عندنا تفسير اية او تفسير صفحة تفسير اية يعني الاية اللي انت وقف عليها بيجيب لك التفسير طبعا زي ما انتم شايفين مجموعة كبيرة جدا من التفسيرات انا وكنت واقف على اهو تفسير الوسيط اقدر اختار اي تفسير تاني من مجموعة التفسير اهو الجلالين تمام ممكن اختار الميسر مجموعة كبيرة جدا من التفسير بعدها علامة العين اللي هي اعراب ايه او اعراب صفحة لو انت عايز تعرف او تعرف على اعراب الاية بتتك هنا اعراب ايه ويجيب لك كل الاعلامات الاعراب من اذا كانت حروف او اسماء او افعال زي ما انتم شايفين او اعراب صفحة يجيب لك الصفحة كاملة ويقسمها كلمة كلمة واعراب كل حاجة طبعا ديني الناس المهتمية بالاعراب العلامة اللي بعدها اللي هي التلات اسهم لطلعين لفوق دولة مشاركة الاية او مشاركة الصفحة او مشاركة الصورة هي هي المشاركة يعني انت عايز تعمل شير على طول بتدوس هنا ويجي لك خيارات لو عايز تشارها على اي حاجة في العلامة الاخيرة وهي خيار الالوان وهنا بقى البرنامج صراحة لوق امكانيات مش موجودة في اي برنامج تاني خالص ان انت تقدر تغير الخلفية وتغير شكل النص وتغير شكل العلامات زي ما انتم شايفين غيرنا الخلفية بقت ابيض اقدر كمان اغير النص من الاسود للفاتح او للاغمع شوية بعدين في تغيير لون العلامات كمان العلامات اللي هي صلي وقلي والعلامة الجيم الوقف وغيرها وكمان نقدر نغير لون رقم الاية اهو لو نيجي نشوف رقم الاية مسلا هنا هو اللون الغامع البوني الغامع ممكن اغيره مسلا واخليه الابيض يعني تغيرات كبيرة جدا في النص حسب اه رؤيتك وحسب الشكل اللي يعجبك تقدر تغير كل العلامات والطريقة الكتابة والخلفية ده كان مجرد بس المظهر الخارجي بتاع القراءة يعني ايه اللي تقدر تعمله بالصفحة الرجائية طبعا لما نيجي نرجع بقى للصفحة الرئيسية اللي كنا فيها من شوية هنلاقي مجموعة كبيرة جدا من الخيارات التانية الاضافية قبل ما نطلع برا هنبص انهوت في الخيار اللي على الشمال هنلاقي بحس امكانية البحس ودي برضو من الامكانيات الجميلة جدا انت تكتب اي كلمة انت عايز تبحث عنها وهو يبحث لك سواء في الاية او في الجزء او في الحزب او في الصفحة يعني مثلا هنا هنبكتب كلمة الرحمن نختار مثلا سورة البقرة ويدور على كلمة الرحمن في سورة البقرة زي ما نشايفين تحته لقى الكلمة في سورة البقرة وموجودة فين في بقية الصور دي برضو من الناس اللي بتعمل ابحاث في القرآن وعايزة تستخرج كلمات معينة وايات معينة بسهولة جدا تقدر تستخدم هذا البرنامج الرائع بنروح بعد كده بقى للعلامة الرئيسية او للصفحة الرئيسية اللي في البرنامج احنا كل دوت لما دخلنا على طول على اه مصحف حفص اهو في بقى الامكانيات التانية اللي شايفينها هنا قدامكم وفي جزء منها شفناها جوه وفي جزء كبير جدا لسه ما تعرفناش عليه زي ما انت شايفين الصفحة الرئيسية فيها القرآن المترجم يعني ترجمة لعدة لغات طبعا تلاوية القرآن تعرفنا عليها من شوية ان انت تسمع او تقرأ تفسير القرآن وبعدين الاعراب بعدين ورد القرآن هنا بقى بتيجي امكانيات جديدة نادرة لما برنامج اللي هي ورد القرآن هنا مسلا عايز تعمل ختمة تختار خاتمة جديدة وهنا بيحدد لك عايز تكتب مسلا اسم الخاتمة تكتب مسلا بالشهر مسلا ختمة خاتمة اه رمضان او شعبان او زلقعدة مسلا على سبيل المثال هاي هنسمي الخاتمة ديت خاتمة شهر زلقعدة وبيقول لك مدة الخاتمة تلاتين يوم تمام اهو تم اضافة خاتمة عشان تبقى انت راجل منظم معارف ان تقرأ تقديه وفي شهر كام كمان انهيشها هنا بسا بتحدد عدد الايام اللي هتخلص في الخاتمة خمسة واربعين يوم على طول تحت تغير لك كمية الصفحات يعني تلاتاشر صفحة يوميا زي ما انت شايفين حسب عدد الايام اللي انت بتختارها بيغير لك الورد اليومي بعدين العلامة اللي بعدها علامة الجرز التنبيه بيديك تنبيه يومي للموعد بتاع الورد بتاعك عشان ما تنساش تمام واخر علامة اللي هي تنبيه كل الفترة يعني فترات التقرار هنا هو تقدر تحدد الوقت اللي يديك التنبيه لبداية الورد بتاعك يعني انت مثلا راجل بتقرأ ورد الساعة عشرة مساء بتختار الساعة عشرة قبل ما تنام يجي لك تنبيه بقراءة الورد عشان ما تنساش الساعة عشرة بالزبط ابدأ تقرأ الورد بتاعك يعني برنامج صراحة رائع وميزة جميلة جدا تشجعنا كلنا ان احنا نقرأ القرآن ويكون لنا ورد يومي تمام وطبعا فيه تحت تكملة الخاتمة لو انت عايز تخش انت يعني ما تنساش مش لازم تنسى ان الورد لأ بتخش على طول انت نفسك من قبل حتى ما تنبيه يجي لك طبعا هنا مجموعة الاسكار الادعية واسكار الصباح والمساء والنوم واسكار الصلاة والاسكار الاخرى تمام بعدين فيه مصحف التهجد ده بيبقى مكتوب بخط اكبر عشان الناس اللي نظرهم ضعيف شوية وبعدين التفسير الصوتي ده برضو ميزة جميلة جدا مش موجودة في برامج كتير ان انت تختار اي صورة وتختار بعد كده التفسير الصوتي ديها لو انت مش عايز تقرأ يجيب لك تفسير صوتي تحط تسمع فودانك وتسمع اي تفسير اهو مساء على سبيل المثال صورة النصر تختار الصورة تعمل بلاي تشغيل يبدأ يقرأ لك اية اية وبعد كل اية يقول لك التفسير يعني بصراحة امكانية جميلة جدا للناس اللي بتحب تسمع التفسير وفي ناس كتير بتستصعب موضوع ان هو يقرأ فان انت تحط سماع في هدانك وتستمع للتفسير او انت تشغل مسلا وانت في السيارة او تسمعه في التلفون بتاعك وانت في اي مكان يعني بصراحة امكانية جميلة جدا وبتسهل على الناس التعرف على التفسير تمام باقل المجهود اهو تقدر تتنقل ما بين الصور وبيشغل اوتوماتيك على طول التفسير بتاع كل صورة يعني امكانية جميلة جدا يعني اتمنى انتوا تستفيدوا بها بعد كده بتجي لنا اجمل المقاطع هنا هو اه مجموعة من كبار القراء واجمل المقاطع الصوتية لقراءة القرآن الناس اللي بتحب تسمع المقاطع دي وبعدين مصحف المعلم للاطفال وللكبار برضو يعني ان هو الشيخ طبعا محمود خليل الحصري غني عن التعريف اه بيقرأ اه وبعد اه كل قراءة وبعد كل اية بيقف وهنا على بال ما تكرر الاية وراه طبعا ده المصحف المعلم واشهر مصحف معلم هو طبعا مصحف الشيخ محمود خليل الحصري بيقرأ كل اه اه بهدوء شديد ويدي فرصة للطفل او اللي بستمع ان يكرر وراه بعدين معاني القرآن بتقدر تبحث عن اي كلمة ويطلع لك معناها ثم اسباب النزول برضو اسباب نزول كل اية وقبل الاخير هنا عندنا فضل القرآن وبعدين فضل حفز القرآن وفضل صور القرآن وبعدين تيسير حفز القرآن واخر حاجة معانا هي التكرار لو انت عايز يكرر اية معينة عشان تحفظها بتختار الاية اللي يكررها لك لو انت عايز مسلا يكرر لك مجموعة من الايات بتختار المجموعة ويكررهم عشان يديك امكانية ان انت تحفظ وتراجع معي ده كان قراءة سريعة لبارتنا من القرآننا من البرامج الرائعة جدا ان شاء الله بسيب اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو وتمنى ان انتوا تستفيدوا بيه واشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة